مساء الورد والطيبة شوفوا أنا وعدتكم شوني أنا قعدت بتركيا فترة طويلة وأنا زائرة تركيا ترى وايد بس في منهم قالوا الدكتورة تكلمي أنا طبعا طول السفرة تكلمت عن أشياء إيجابية واحد راح يبيستانس بس شو الأشياء اللي أنتوا قد تواجهونها أنا وايد راحة تركيا لو مو عاجبتني ما أرد أروح ولكن بقول عن بعض الأشياء عشان لا يتضايقون خاصة اللي يروحون قليل أو اللي مو راحين كلش السياحة بتركيا عموما حق اللي يبي يروح ويبي يستانس حلوة شلون أو شي دولة جميلة دولة فيها مناظر طبيعية جميلة التنقل بين المناطق كل واحد يعطيك شعور مختلف السوق فيها حلو شوفوا المميزات ها الأكل عندهم طيب مو غالي يعني أغلب المطاعم إلا بانت رحتوا مطاعم اللي يعني على قولتهم براند بسويت لها براندينج يعني عدل تلقون سعر المطاعم يكون شوي غالي ولكن متاح الأكل الرخيص واللي الأكل اللذيذ متاح بكل مكان بكل المناطق ففيها وايد مميزات غير أن أجواءها جدا جميلة ونسوا قد لكم تسوقوا وايد حلو الحين نين شنو الأشياء اللي قد تواجهكم نبلش طبعا أنا من الأمور أسعجتني صراحة اللي هو حاجز اللغة حاجز اللغة يعني حتى غيرنا كذا سايق لأنه أنتو بتطلعون يوم كامل في مناطق مثلا أنا شكثر رحت تركي في مناطق مثلا كنت أول مرة أروحها أول مرة أزورها فلازم يكون فيه معاي أحد أكتر تواصل معاه يعني سايق معاي طول يوم لازم أتواصل معاه فمشكلة حاجز اللغة شي رهيب أنزيم مطاعم تكون على مستوى راقي وشذي اللي يشتغلون فيها حتى ما عارفون كلمتين لو قل له شيز جبن ما يعرف بالإنجليزي تبت قل له مثلا نوع البيض ما تعرف تطلع الصور وهم يقول لكم غلط فعارفين حاجز اللغة كان جدا من الأشياء المزعجة بالنسبة لي يعني مو معقولة بأماكن يعني شوفوا يمكن الفندق اللي قعدنا فيه الوحيد اللي عند الاستقبال لما سويته تشيك إن يعرف يقول كلمتين إنجليزي مع أن حتى اللي يمه كانت فيه ناس واكفين طابور على التشيك إن مع الكاونتر اللي يمنه وايد ما يعرفون إنجليزي أنتو أغلب اليون عندكم سياح طبعا أنا أقول بعض الأشياء اللي أنا واجهتني شوي وحست أنه ضايقت بس ما شي الأمور كانت الحمد لله وتغلبنا عليها يعني قدر المستطع بس أنا قعد أقول إن فيه ناس فعلا ممكن تضايق من هالأمور فتستفيد على الأقل أو تحط ببالها مثلا إذا بتطلب سايق مشاركة مع عينة حرص تقول لها لازم يعرف إنجليزي ترى أنا ما بينسمى يعرف إنجليزي لأن أنا بروح معي يوم كامل مثلا مو مشوار ودني المشوار وردني بس لا عادي هيا ما في مشكلة تعطينا اسم سوكي تروحي وتردين تمام؟ يعني حق النقطة الثانية الكلاب الضالة أو الحيوانات الضالة اللي بكي المكان الرفق بالحيوان والاهتمام فيه أنا ما عندي فيه مشكلة بالعكس وما أحب الناس اللي يعمفون الحيوانات ولو صحنا أنا عنه فوق أصلا أنا أخاف منهم أخاف أنا عندي فوبيا من الحيوانات فأنا أقول لكم اللي عنده خوف من الحيوانات وما يقدر سيطر علينا سيطرت لأنا شفت إن أغلب الأمور ماشية بس في منهم ترى والله يهجمون وفي منهم يعني عادة تلقاء أنت قاعد شي طاب بحظك يبياكل الأشياء اللي أنا حرست أقولها صراحة معرفة شفتها الموضوع بس صج الأمانة يضايق أن 90% من الفنادق حتى الراغية ما فيها وانتوا بكرامة الغسل النظيف أو اللي هو الوسائل مثلا احنا نقول وانتوا عزكم الله الهوز بالحمامات فتحسبون حسابكم لهذا الموضوع يعني عندهم البربيش الداخلي بالمرحض يعني عندهم هذا بأشر لكم عليه داخلي البربيش داخلي وما عندهم الهوز اللي هو هذا صراحة هذا من الأشياء المزعجة أنا أشوفها كثير أصلا أنا متأكدة سواء أمبنات أو شباب رح يدون أنه طبعا أفضل أنه يكون متوفر هذا الشي أنا يعني أشوف هذه بعض الأمور اللي بلى كثير من السياح اللي يروحون سياح مثلا يسألون عنها وتعتبر من الأشياء اللي أنا شفتها 90% عندهم ما عندهم هشي عندهم هذا الداخلي وأنا ما أشوف أنه في نظافة للأمانة يعني بختم بتجربتي مع مطار بودروم مطار بودروم إذا أنا ما كنت مضطرة أني أرد عن طريقة أو أروح عن طريقة أو أنه تحسن للأفضل ما رح أكرر تجربتي مع مطار بودروم للأسباب التالية أنا مع والدتي كنا إحنا رحين تقريبا نجري بالشارق قاعدين بتركيا فكيد معنا وايد أغراض يعني إحنا مساكنين هناك مثلا عندنا سكوشي بس معاننا أغراضي يبين صوغي يبين أنزين اللي صار أي أحد ممكن يكون معاك هذا جنطة أنزين البنت أو المرأة أو كبار السن إحنا خنقول أو الناس اللي ما تقدر تشيل مثلا أوزان كبيرة شنو عادة عن يكون كون في عمالة يحطون شركة مثلا اللي تساعد في نقل الحقائب وتشذي تحط لتشياها توديها لين ما تحطينها بالوزن وتخضين البوردين والدشين والله يا جماعة نتبهدلت أنا ما بخلي والدتي تشيل تخيلوا خمسة جناط أقل 31 كيلو أنا شلتهم يعني أبسط خدمات أي مطار أن يكون في شركة نقل العربانات فيها مثلا عمالة للنقل بطريقة معينة بيدافع بمقابل مادي ما قاعد أقول لكم من غير مقابل مادي هذا بالنهاية يعني عمالة ولازم دفع مادي بالعكس نزين بس نسوا قلت لكم كبار سن مرأة وحدهم سوية عملية وعندها مثلا ظروف شلون بتشيل لك أنا خمسة جناط تخيلوا أنا حطها على هذا وكان في ريال واقف ترى يعني من اللي يشتغلون بالمطار وريال واقف ورا تخيلوا قاع أقول لها ثقيلة قاع أقول لها ثقيلة شاي يسويلي تشيري يعني أمي قاعد تقول لي يعني شنو أسويلي شاي يروح ورا الكاونتر عشان لا يساعدني والله يا جماعة نفس ما قاع أقول لكم والله لو يشغلون الكاميرات باليوم اللي أنا ركفي راح يشوفون إنه كلامي حقيقة أنا ما قاعد بله يعني أنا ما بيقول نفسيات بس أنا ما أعتقد يعني أنا أتوقع أنا أنا كبنت مستحيل أشوف بنت تحتاج مساعدة أنا ابنية وخليها تشري ما عندهم خدمة نشوفوا والله العظيم أنا ماتت ضايق بكل سفر على الأمور لنشوفها أنا كل مرة رح تركيا وعادي وقعنا تأقلم عن الأمور وما ضايق كثر ضيقتي بمطار بودرون عارفين اللي تحسون شيء مضايقين خلاص يعني ضايق توايد يعني أنا لما قاعد أتكلم عن هذا الشخص هو مو واجب أن يسوي شديد بس أنا قاعد أتكلم عن شيء ذوقي سلوك إنساني أنا حتى طلعت وراي مرة قلت إذا في مرة كبيرة والله بساعدها والله لأن أنا تخيلت أش وإن أنا مع والدتي يعني 30 كيلو شو أنا قاعد أزع شو الله عطاني والله العظيم دزيتها وهذا تخيلوا في واحدة كانت واقفة جنطة واحدة منهم لنذقال خمسة وربعة فحطيتهم فكانت شوية مايلة وهي قريبة يمها وأنا بعيدة آخر السير كنت قاعد أحط الأخيرة فنفسياتهم صراحة كانت بالمطار البعض البعض ملكي الحرام عند الكاونتر في واحدة كانت زينة اللي أعطتنا البوردينج يعني ما ساعدتنا بالجناة بس أعطتنا البوردينج كانت زينة بس النفسيات زين ما حد يقول لكم ابتسموا وشذي حطوا عمالة مقابل مادي إحنا ندفع بس والله بس لالحين فيني غصة بالمطار بدروم للعين والله العظيم شفتونها والله شوفوا كل السفرة ما حطت شيء سلبي بس قلت لازم أقول حككم هذه النقاط حرام والله لالحين فيني غصة بالمطار بدروم شوفوا الموضوع كل عن تركيا يمكن عشر دقائق عشرين دقيقة لحين مطار بدروم وكله بصوب هذاك بحث زين أنا عشان شي قاع أقول أنا ما لوم بس أنا حتكلم عن ذوق ولا مبدأ ولا يعني سلوك زين راح ورع عشان لا يساعدني ويد زميلتها جدام تخيلوا ما شا سوي لش أنت حطي الجناط كيف تشلو 90 كيلو الجنطة ما لوم عشان شي يقولوا احنا حطوا شركات احنا مقابل مادي ندفع ما عندنا مشكلة مثل كل المطارات نحنا نيو دول خليج أو في مطارات بعد برة نزين والله العظيم تخيلوا يد زميلتها أنا آخر السير كل جنطة الحين قا حط جنطة هم القنبل اللي شي و 30 كيلو أنا آخر السير الجنطة صارت صوبها قاعدش تحت الاسكان نزين فمقلوبها فتحتاج بس الدزها بيدها يمهاية الدزها بيدها شان تناديني من هناك تساولي شي شان تساولي دزيها دزيها